قال محمد هو ابن الجزري يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفري الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد في القراءات العشر ونستكمل ما يسره الله عز وجل من باب الفتح والإمالة وبين اللفظين هذا الباب كما ذكرنا هو أطول أبواب الأصول في الشاطبية وفي الطيبة وقد بدأ فيه الناظم رحمة الله عليه بذكر أقطاب الباب وهم شفى حمزة والكساء وخلف ثم ذكر بعد ذلك قاعدتهم الأساسية وهي إمالة ذوات الياء الأصلية ثم عطف عليها بعد ذلك بما يلحق بذات الياء وهي فعلة 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 مثلثة وفعالة وفعالة ثم عطف بعد ذلك بفعلة وفعالة وهو ما يلحق بذات الياء وليس منها في الأصل وأضاف إلى ذلك وما بياء رسمه أي الذي رسم بالياء حتى لو كان غير يائي واويا مثلا ثم بعد ذلك أتحدث عن بعض الألفاظ الواوية التي تلحق بها قال وما يلو الربى العلا وما يلو الربى القوى العلا كلا هذه الألفاظ الأربعة الواوية كذا مزيدا من ثلاث كابتلى وكذلك الفعل الثلاث إذا زيد مثل ابتلى وأنجى وتزكى وزكى واستعلى فهذا يمال لكونه صار يائيا بالزيادة ثم بعد ذلك عطف على ذلك رؤوس الآي في الصور الإحدى عشرة المعروفة أنها تمال لحمزة والكساء سواء كانت يائية أو واوية ما كان يقبل منها الإمالة أما ما لا يقبل الإمالة فلا يمال طبعا ثم ذكر بعد ذلك من فرد به الكساء رحمة الله عليه بتمامه وهو من أول قوله وعلي أحيا بلا واو وعنه من يلي إلى قوله أوصاني رؤيا له وهذه الألفاظ التي انفرد بها عليه هي أحيا الغير المضاف للواو وكذلك محياهم تلا خطايا دحى تقاته فالألفاظ التي انفرد بها الكساء رحمة الله عليه على قسمين قسم مجمع عليه عليه عنه يعني عن الراويين وهو الذي بدأ به أحيا بلا واو وعنه من يلي محياهم تلا خطايا دحى تقاته مرضات طحى فهذا كله مما هو مجمع عليه عند عند الإمام الكساء بتمامه ومنه أيضا سجى أنسانيه من عصاني آتاني في غير هود لأنه اللي في هود متفق عليه بين حمزة والكساء وخلف آتاني لا هود وقد هداني اللي هي وقد هدان في الأنعام ومن الآشياء التي يعني انفرد بها أوصاني ورؤيا المضاف للياء عما لغير مضاف للياء والمضاف للكاف فله تفصيل آخر الرؤيا روى وهو الرؤيا بالألف واللام يشاركه فيها خلف يشاركه فيها خلف ثم بعد ذلك بدأ في ذكر الألفاظ التي اختلف فيها عن الكساء يعني أمالها الكساء لكن بالتفصيل بين راويه فذكر من فرد به الدوري ذكر من فرد به الدوري لأبو الحارث لم ينفرد بشيء أبو الحارث لم ينفرد بشيء لكن الذي انفرد ببعض الألفاظ هو الدوري وهذه الألفاظ هي التي عددها هنا رؤياك مع هدايا مثواية أوصاني رؤياي له الرؤيا روا رؤياك مع هدايا مثواية دواء تكلمنا عن أوصاني والرؤيا رؤياك المضاف للكاف هذه من من فرد به الدوري وأيضا هدايا ومثواية المضاف لليا يعني إذن رؤيا ياخد بالك فيها ثلاث أقسام رؤيا الرؤيا بالألف واللام ها الرؤيا روا الرؤيا روا عندنا الكساء وخلف لاثنين رؤيا انفرادة الكساء وسيأتي وخلف إدريس برؤيا لا بألف في آخر الباب نتكلم عنه أما رؤياك المضاف للكاف فليس عن الكساء بتمامه وإنما عن الدور عن الكساء وخلف إدريس سيأتي في آخر الباب إذن الألفاظ التي انفرد بها حتى الآن الدور عن الكساء رؤياك هدايا مثوايا رؤياك المضاف للكاف وهدايا المضاف للياء ومثوايا المضاف للياء أيضا توا تواقيل من الضيعة أو الهلاك يشير إلى أن الإمالة من حيث إنها كسرة إلى ضياع الفتح فيه ثم تابع النظم الألفاظ التي انفرد بإمالتها دور الكساء فقال مَحْيَايَا مَعْ آذَانِنَا آذَانِهِمْ جَوَارِ مَعْ بَارِئِكُمْ تُغْيَانِهِمْ عندنا ثلاثة ألفاظ مضافة للياء مثوايا هدايا مَحْيَايا أما رؤيايا فقد سبق النهل الكساء بتمامه أما مَحْيَايا هدايا مثوايا المضافة للياء فهي ممالة لمن لدور الكساء ممالة لدور الكساء هذه الألفاظ ما أتى منها مثلا مَحْيَاهم ذكرنا قبل ذلك أنها ممالة للكساء بتمامه مَحْيَاهم متلى خطايا ودحى ف يعني ننظر لللفظ نفسه المختار فمَحْيَايا المقصود به ومَحْيَايا ومَمَاتِي اللي في آخر سورة إيش الأنعام أنه ربي أحسن مَثْوَاي أما مَثْوَاهُ ومَثْوَاكُمْ لا تدخل في هذا مَثْوَاكُمْ ومَثْوَاهُ فهذه تومان لحمزة والكساء وخَلَف أما مَثْوَاهُ يَا بِلْيَا أنه ربي أحسن مَثْوَاهُ في يوسف فهذه لدوري الكساء مثلا هُدَى تومان لحمزة والكساء وخَلَف أما هُدَى يَا المُضَف لِلْيَا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايا أو فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايا في طاها وفي البقرة فهذه من اختصاص دوري الكساء مَحْيَا اللي مُضَف لِلْيَا لدوري الكساء أيضا أما مَحْيَاهم فللكساء كله طيب ثم عطف بعد ذلك بقية الألفاظ آذاننا آذانهم ولابد طبعا الآذان تكون إيش مكسورة لا بد تكون مكسورة أو الجوار والجوار مع بارئكم بارئكم طغيانهم جوار مع بارئكم طغيانهم من الألفاظ التي انفرض أيضا بإمالتها دوري الكساء الجوار الجوير الكنس أو الجوير المنشآت أو الجوير في البحر هذه كلها تمال لدوري الكساء وحده أعبارئكم الموضعين في البقرة فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم وقبلها وقبلها ذلكم خير لكم عند بارئكم وآذيننا آذينهم طبعا وردت في مواضع كثيرة آذانهم وآذاننا في فصلة وفي آذيننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب أما آذانهم فجاءت في عدة مواضع منها فيه ظلمات وراد وبرق يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم هذه اللي قبلها يجعلون أصابعهم في آذينهم من الصواعق وفي آذينهم وقر وهو عليهم عمي طيب من الألفاظ التي أما لها أيضا الدور عن الكساء من الألفاظ التي أما لها الدوري مشكاتي جبارين مع أنصاري وباب سارع هنا مشكاة كمشكات فيها مصباح وهو موضع وحيد في سورة النور وجبارين أما له أيضا الدوري عن الكساء في المائدة والشعراء يا موسى إن فيها قوما جبارين يا موسى إن فيها قوما جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين أنصري إلى الله في العمران والصف وباب سارع وأمال أيضا باب سارع اللي هو سارع إلى مغفرة وسارع إلى مغفرة يسيرعون في الخيرات نسيرع لهم في الخيرات وسيرع إلى مغفرة فهو كل ما تصرف من هذا الفعل فعل المسارعة يمال الكساء طبعا كما سبق أن ذكرنا أن الإمالة يعني سببها كسرة أو ياء موجودة أو منوية ولو في بعض تصريف الكلمة هذه كلها فيها كسرات موجودة في الكلمة وهذا هو آخر ما انفرد الكساء دور الكساء بإمالته بلا خلاف عنه إحنا قلنا أنه فيه مختلف فيه وفيه متفق عليه فهذا إحنا أولا بدأنا بالكساء وعلي أحيا بلا وعن وميلي أوصاني رؤيا له هذا آخر منفرد بالكساء بتمامه ثم بعد ذلك رؤياك مع هدايا مثواية وهذا من بداية هذا انفرد به الدور عن الكساء وهذا بلا خلاف عنه إلى هنا إلى باب سارع هنا انتهى المتفق على على إمالته عن دور الكساء بطريقه طريقه هما جعفر ابن محمد النصيبي وأبو عثمان الضرير هذا الطريقان أجمع على إمالة الكلمات السابقة من عند رؤياك مع مثواية هداية فهنا قال وخلف الباري بدأ في الألفاظ التي اختلف فيها عاما عن دور الكساء هذا والذي يأتي بعده هذا مختلف فيه عنه قال وخلف الباري يعني اختلف عن الدور عن الكساء في إمالة الباري وفي جميع ما يأتي في البيتين بعده إمالة الباري خد بالك الباري الباري غير بارئكم بارئكم مرت وهذه للدور بلا خلاف عنه بارئكم اللي في البقرة هذه بلا خلاف عنه أما البارئ المصور اللي هي في سورة الحشر في آخر الحشر هذه اللي وقع فيها خلاف ففتحها ففتحها أبو عثمان الضرير وأما لها أما لها من؟ جعفر بن محمد النصيدي إذن الإمالة فيها عن من؟ ها؟ عن لا الإمالة عن جعفر بن محمد وهذا المذكور فيه الشاطبية يعني ما ذكر فيها خلافاً ذكر فيها الإمالة قولاً واحداً وهو طريق جعفر بن محمد النصيبي بالإمالة في البارئ قولاً واحداً أما طريق أبي عثمان الضرير فهو بالفتح في هذه اللفظة في هذه اللفظة هذه أول الألفاظ التي اختلف فيها عن دور الكساء ثم عطف بعد ذلك بقية الألفاظ التي اختلف فيها عن دور الكساء تماري مع أواري مع يواري مع عيني يتامى عنه لاتباع وقع نحن قلنا أن البارئ رواه جمهور المغاربة وهو الذي في الحرز بالإيش بالإمالة وهو طريق جعفر بن محمد أما الضرير أبو عثمان فرواه بالفتح وهو في أكثر الكتب التي توجد طريقة أبي عثمان الضرير طبعا كما سيتبين لنا أن أبو عثمان الضرير هو الأكثر إمالة عن الدور لأن الكلمات الآتية كلها بإمالة الضرير وفتح إيش وفتح جعفر بن محمد اللي هي الكلمات هذه تماري مع واري مع يواري مع عيني يتامى عنه لاتباع وقع تماري اللي هي في قوله تعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا في سورة الكهف أما لها الكساء بخلف عنه دور الكساء وقلنا أن الألفاظ هذه والتي تأتي في البيت الذي بعده كلها بالإمالة لأبي عثمان الضرير يعني هي الدور اختلف عنه فجعفر فتح والضرير أمال فأويري سوءة أخي فأويري سوءة أخي وأواري يواري مع يواري سوءة أخيه يواري سوآتكم وريشا فهذا هذان اللفظان أيضا بالإمالة إذن أواري ويواري بالإمالة لمن لدوري بخلفه والخلاف هنا موزع على الطريقين طريق أبي عثمان الضرير بالإمالة وطريق جعفر بن محمد النصيبي بالفتح في هذا من أول تماري إلى البيت الذي بعده وقساله من النصارى وكذا أسار وكذا سكار إذن عندنا فأواري يواري بالإمالة للضريق والفتح لجعفر عيني يتامى عيني يتامى فين عيني يتامى التأ ليش التأي العين اللي هي المصدر اليتم المصدر هو أيش اليتم فإذن عين يتامى تمال وهي ما قبل الألف والألف طبعا معها يعني تقول إيش يتيمي ذوي القرب واليتمي تميل الاثنين طبعا حمزة والكساء وخلف يميلون الإيش لبعد يتامى مي لكن هو أضاف هنا أضاف الضرير إمالة ما قبل اللي يتاء لعين عين الكلمة أمال عين الكلمة يتيمي يتيمي هكذا نصيري هكذا عيني يتامى عنه لاتباع وقع طبعا هو كان يكتفي ممكن يكتفي يعني بس هو ذكر على خلف طريقة ابن الجزري في الاختصار الشديد ذكر الألفار اللي هي أخوات يتامى لفعل إمالة ومن كسالا ومن النصارى كذا أسارا وكذا سكارا هذه الكلمات هي نفس نفس حكم إيش يتيمي أمال الدور عن الكساء العين من هذه الكلمات في كلمة كسالا العين فيها ماذا السين كسل يعني كسيل والصاد من النصير وعين أسارا هو السين كسير وكذلك سكير هذه الكلمات الخمسة أمال عينها الكساء أمال عينها الكساء ليتامى كسالا نصارا أسارا سكارا أمال عينها الكساء وهذه الإمالة تسمى إمالة لإمالها إمالة لإمالها كيف إمالة لإمالها يعني الإمالة الأصلية فين لبعض اللام مثلا في كسالا أو بعد الرأف في نصارى وبعد الرأى في أسارى وسكارى أو بعد المين في يتامى هذه الإيمالة الأصلية الإيمالة اللي في النص هذه يسمى على الإتباع إيمالة لإيمالة إيمالة لإيماله كما أمال اللي يميل رئئ الأصل إيمالة رأى أن تكون في الآلة في الأخيرة أما الميل الرأى معها فهي تسمى إيمالة لإيمالة وهذه مبالغة في التخفيف يعني مبالغة في السهولة مبالغة في السهولة في يتام النساء لو قلنا في يتام النساء ماذا نميل فيها الإيمالة الأخيرة راحت الإيمالة الأخيرة راحت لماذا؟ أنه بعدها ساكن يعني موسى الهدى موسى تروح الإيمالة صح طيب يتام النساء الإيمالة الأخيرة راحت الأصلية راحت وإذن الإتباع كمن يروح معها أنه هذا مفرع عليها طبعا وإن كان يشكل عليه رأى فيها قصة تانية لم تتيد لكن عندنا الأصل أن الإيمالة الإتباع تسقط إذا سقط الأصل فالأصل هنا مثلا يتام النساء الأصل إيمالة ما بعد الميم فإذا سقطت إيمالة اللي بعد الميم أيضا تسقط إيمالة التاء حتى للضرير عن الكساء وهذا نص عليه في النشر رحمة الله عليه وافق في أعماك للإسرى صدى وأولا حما وفي سوا سدى بعد أن ذكر النظم رحمه الله تعالى مذهب أقطاب الباب في إيمالة ما يمال لهم وأتبع ذلك بمن فرد به الكساء رحمة الله عليه ثم من فرد به الدور عن الكساء ثم مختلف فيه عن دور الكساء من طريقيه طريق أبي جعفر محمد جعفر بن محمد النصيبي وأبي عثمان الضرير أتبع ذلك كله بما وافق فيه بعض القراء هؤلاء الأئمة في إيمالة بعض الحروف بدأ بشعبة قال وافق في أعماك للإسرى صدى أول الموافقات هذه موضعي الإسرى وهي قوله تعالى ومن كان في هذه أعماك فهو في الآخرة أعماك أمال الحرفين شعبة أمال الحرفين شعبة بلا خلاف عنه في الموضعين في موضعين الإسرى ومن كان في هذه أعمي أعمي فهو في الآخرة أعمي وأضل سبيلا وأشار بقوله صدى إلى أنه الصوت المتردد فهو الأليق بمعنى الموافقة لأن الصدى يحتمل معنى العطش ويحتمل معنى الصوت المتردد صدى الصوت فهنا الأقرب أن يكون المعنى صدى أنه الصوت المتردد لأنه وافقهم كأنه ردد معهم إمالة أعمى موضعي الإسرى والنص على الإسرى يخرج ما سواه من المواضع في كل القرآن فهما موضع الإسرى فقط الذين أمالهما شعبة لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول فهو الذي رواه عن عاصم هو إمالة هذين الحرفين فلم يتعدهما أو فلم يتعدهما هنا هذه الإمالة ثابتة عن شعبة بلا خلاف عنه على المأخوذ به والمعمول به قال وأولا حمن أي أن المشار إليهم بحمن وهما البصريان أي أن البصريين أبا عمر ويعقوب رحمة الله عليهما وافقى في الحرف الأول من هذه السورة فقط وأشار بذلك بقوله وأولا حمن إلى الموضع الأول من الإسرى خاصة أما ما سواه من كلمة أعمى في غير ذلك من القرآن فلا يميلانها والموضع المقصود هو ومن كان في هذه أعمى فقط أما فهو في الآخرة أو فهو في الآخرة أعمى فهذا خارج عن الموضوع هذا ليس مما يمال لأبي عمر وليعقوب الممال لهما أولا حمن الموضع الأول فقط ثم عطف بعد ذلك على بعض ما يمال لشعبة بخلاف عنهم بدأ بالمتفق عليه ثم عطف يعني موافقة البصريين في الموضع الأول من الإسرى ثم عطف بعد ذلك أو أتبع ذلك بأربعة ألفاظ اختلف فيها عن شعبة اختلف فيها عن شعبة والخلاف في بعضها كثير وفي بعضها أقل أقال وفي سوى سدى وفي سوى سدى أي أنه اختلف عنه أيضا مش أيضا وأنما اختلف عنه في إمالة سوى وسدى وطبعا هذه ألفاظ منونة فلا يكون الخلاف في إمالتها إلا في الوقف سواء كان لشعبة أم لغيرهم وننبه هنا إلى أن قوله في أول هذا البيت وافق أي أن الذين سيأتون وافقوا حمزة والكساء وخلفا في هذه الإمالات فيبقى حمزة والكساء وخلف على الإمالة على أصل مذاهبهم فيها وأنما هذه من موافقات بعض القراء الأخرى فما يحتاج كل مرة أن يكرر شفاء ما يحتاج كل مرة أن يكرر شفاء خلاص هو هذه عرفت أن هذه قواعدهم وأن هذه أصولهم وأنما يذكر فقط الموافقين لهم من القراء في بعض الألفاظ إذن أعمى موضعي الإسراء أما لهما شعبة بلا خلاف عنه على المشهور والمعمول به والمأخوذ والمقرؤ به عند عامة المقرئين وأولا حمن والموضع الأول من الإسراء أماله البصريان أمال الموضع الأول فقط الموضع الأول فقط من الإسراء ثم عطف الموضعين الآخرين الذين اختلف فيهما عن شعبة نقولنا سواً سداً في حل الوقف مكاناً سوي ويحسب الإنسان أن يترك سدي في حل الوقف لأنه في حل الوصل لا تمال لأحد لا يمال المنون لأحد على الصحيح رمى بلاص خلف ومتصف مزجى يلقاه أتى أمر اختلف هنا الكلمتان المتمتان للأربعة عن شعبة هما لفظة رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي في الأنفال أمالها شعبة وكذلك بلى حيث وقعت بلى من أسلم بلى من كسب سيئة بلى من أوفى بعهده فبلى حيث جاءت يميلها شعبة بخلف عنه إذن الألفاظ الأربعة التي أمالها شعبة بخلف عنه سوى سدى رمى بلى وكما قلنا إن الإمالة في هذه الألفاظ الأربعة ليس متفقاً عليها في طرق شعبة وإنما هناك خلاف فيها هذا بخلاف الموضع الأول الموضعين الأولين في الإسراء الموضعين أعمى في الإسراء فإنهما بلا خلاف عنهم على المعمول به والمأخوذ به في رواية شعبة أما سوى وسدى ورمى وبلى فإنها تمال عن شعبة لكن بخلاف عنهم أما الثلاثة الأولى التي هي سوى وسدى ورمى فإمالتها من جميع طرق المغاربة والمصريين وفتحها من طرق العراقيين الثلاثة الأولى إمالتها التي هي رمى وسوى وسدى هي إمالتها من جميع طرق المغاربة والمصريين وفتحها له العراقيون أما بلا فالإمالة من طريق أبي حمدون عن يحيى بن آدم كما نص على ذلك الترمسي وكما صرح به في النشر وأما الفتح من طريق شعيب عن يحيى والعليم من جميع طرقه إذن فقط الإمالة في بلى من طريق أبي حمدون عن يحيى بن آدم أما الفتح فهو طريق شعيب عن يحيى عن يحيى بن آدم والعليم من جميع طرقه هذا تفصيل خلافه شعبة ثم قال ومتصف الشيخ متصف هذا اللي هو سدنا بن ذكوان رحمة الله عليه قرأ بإمالة ثلاثة ألفاظ بخلف عنه لأنه ختمها قال ومتصف واختلف وذكر اختلف في الأخير إذن ورد عنه خلاف في إمالة ثلاثة ألفاظ وهي مزجه ببضاعة مزجه في يوسف ويلقيه منشورة في الإسراء لأنه يقرأ بالتشديد يلقيه وفي قوله تعالى أتي أمر الله فهذه الثلاثة اختلف فيها عن ابن ذكوان اختلف فيها عن ابن ذكوان نعيد الألفاظ الثلاثة مزجه يلقيه منشورة أتي أمر الله هذه الثلاثة اختلف فيها عن متصف متصف يعني منعوت موصوف فاختلف فيها المرموز له بالميم وهو ابن ذكوان رحمة الله عليه فالإمالة في هذه الألفاظ الثلاث من طريق الصوري من طريق الصوري والفتح من طرق الأخفش الفتح له في هذه الألفاظ الثلاثة من طرق الأخفش والإمالة من طريق الصوري قال في الناشر والوجهان صحيحان عنه وكما قلنا وقررنا وكررنا أن حمزة والكسائية وخلف على أصولهم في هذه الكلمات عطف بعد ذلك بكلمات أخرى مما وافق فيها بعض القراء الكسائية وحمزة وخلفا على إمالتها قال رحمة الله عليه إناه لي خلف النأى الإسراص في مع خلف نوني وفيه ما ضفي إناه لي خلف هذا الموضع غير ناظرين إنيه في سورة الأحزاب فيها خلاف عن هشام فقد ورد عنه الإمالة والفتح غير ناظرين إنيه طبعا حمزة وكسائية وخلف يميلون هذا اللفظ كما قلنا فأما الإمالة في هذا اللفظ فهي من طريق الحلواني وطبعا هذا من الفاظ القليلة التي انفرد الحلواني بإمالتها دون الداجون فأكثر الإمالات الزائدة عن هشام أكثرها من طريق الداجوني مثل إمالة رأى وخزاد وخاب وشاء وجاء ومثل هذه الألفاظ كلها يعني أكثر الإمالات فيها من طريق الداجوني لكن هذه اللفظة إناه خالفت هذه القاعدة فالإمالة من طريق الحلواني والفتح من طريق الداجوني هذا بالنسبة لكلمة إناه اللفظة التالية التي وافق فيها بعض القراء حمزة وخلفا والكسائية على الإمالة فيها نأى وردت في موضعين الموضع الأول في سورة الإسراء والموضع الثاني في سورة فصلت شعبة رحمة الله عليه قرأ بإمالة حرف الإسراء فقط هذا على المشهور سيأتي تفصيل كثير في المسألة وافقهم على إمالة الهمزة في حرف الإسراء فقط شعبة وهذا يعني عن أكثر الطرق عنه من الطريقين طريق العليمي وطريق يحيا فأكثر الطرق نقلت الفتحة وهذا اللي اعتمده طبعا ابن الجزري في الطيبة نقلت إمالة الهمزة هذا بلا خلاف إمالة الهمزة بلا خلاف وفي النشر ذكر خلافا لكن احنا نمشي على يعني ما اعتمده في الطيبة فعامة الطرق اتفقت على إمالة الهمزة نائي طبعا هو سياق السورة واحد أعرض ونائي بجانبه في السورة لكن شعبه أمال حرف الإسراء فقط ولم يمل حرف فصلة ذكر إمالته في حرف فصلة لكن هذا لم يعتمده هنا في الطيبة ذكره في النشر هنا إذن لكن حصل خلاف بين الرواة حصل خلاف بين الرواة في إمالة النون لذلك قال مع خلف نونه مع خلف نونه يعني الهمزة ما في خلاف قلنا عامة الطرق يعني خلاف يعني لم يعتد به في الطيبة لم يذكره وإنما قال مع خلف نونه ذكر الخلاف فقط في النون أما الخلاف في النون فتفصيله كالتالي روى عنه العليمي الإمالة في النون والهمزة معا روى عنه العليمي الإمالة في النون والهمزة معا وكذا ابن شاذان والحمامي عن أبي حمدون عن يحيى وكذا الحمامي وابن شاذان عن أبي حمدون عن يحيا إذن طريق شعيب الصريفيني عن يحيا بفتح النون قولا واحدا طريق شعيب بفتح النون قولا واحدا بعض طرق أبي حمدون بالإمالة وكذلك طرق العليمي بالإمالة في النون نئي أعرض ونئي ونئي أما الهمزة فلم يحصل فيها خلاف من جميع الطرق على المشهور كما ذكرنا أو على المعتمد نائي هذا المشهور والمعتمد لشعبه والذي لم يذكر خلافه هنا في الإيش في الطيبة بعد ذلك أما بالنسبة هو ذكر أشياء أخرى في النشر أنه فتح الحرفين والإمالة في السورتين فلكن هذا لم يعتمده في الطيبة لم يذكر إلا الإسراء ما ذكر في الصلة ولا ذكر فتح الحرفين وإنما جزم بإمالة الهمزة في البداية ثم ذكر الخلافة في النون على ما بيناه فالهمزة في عامة الطرق عنه مجمع عليها أما النون فكما ذكرنا التفصيل فهو عن العليمي والحمامي وابن شهدان عن أبي حمدون عن يحيى بن آدم بالإمالة في الحرفين معا ثم قال وفيهما ضفي روا وفيهما ضفي روا أي أمال الحرفين في السورتين أمال الحرفين في السورتين يعني فيهما الهمزة والنون وفي السورتين أيضاً لها الإسراء وفي الصلة أمان النون والهمزة في السورتين وفي الحرفين ضفي روا ضفي روا أي أن خلفاً في روايته واختياره والكسائية أمالوا النون والهمزة معاً نئي ونئي بجانبه ونئي بجانبه طيب هنا لم يذكر من؟ لم يذكر خلاداً فماذا عن خلاد؟ خلاد الذي يصير على أصله الأصل أنه يميل الزوات الياء حيث تأصل يقول ونائي إذن خلاد ونائي لأنه لم يذكره في النون فإذن يميل فقط الهمزة ونائي كشعبة في المشهور عنه إذن عندنا التفصيل في نائي نعيده مرة أخرى بالنسبة لشعبة هناك ما يشبه الإجماع على إمالتي وهو المعتمد هنا في الطيبة على إمالة الهمزة ونائي وهذا في الإسراء فقط فالصلة ليس فيها على المشهور أما إمالة النون والهمزة معاً في الإسراء فقط أيضاً فهي من أكثر طرق العليمي ومن بعض طرق يحيى عنه بالإمالة في الحرفين معاً وكلها في الإسراء أما إمالة الحرفين معاً النئي فهي لضفي روا خلف اختياره وروايته وأيضاً الكساء أمال النون والهمزة معاً أما خلاد فأمال في السورتين الهمزة فقط لأنه لم يذكره في النون فإذا يميل الهمزة فقط على أصله نائي ونائي قوله ضفي من الضيافة يعني انزل علينا ضيفاً من ضفت الرجل إذا أنزلته علي ضيفاً بعد ذلك ذكر مسألة مهمة لأنها قاعدة وليست كلمة عن بعض القراء في موافقتهم لحمزة والكساء قبل أن ننتقل من نأة فهناك يعني فيه مسألة ذكرها في الشاطبية وسيأتي التنبيه عليها مع همز نأة في آخر الباب عن السوسي لكن لا بأس أن نشير إليها قبل أن ننتقل للقاعدة المهمة التي ذكرناها هي أن الشاطبي رحمة الله عليه ذكر نأة شرع يمن باختلاف نأة شرع يمن باختلاف يعني أورد خلافاً عن السوسي في إمالة نأة إمالة حرفين نأة أو حرفة أو همزة نأة وهذا الخلاف يعني تعقبه في الإتحاف وفي النشر فقال ومن فرد به فارس بن أحمد في أحد وجهيه عن السوسي من إمالة الهمزة في الموضعين وتبعه الشاطبي لم يعول عليه وإن حكاه بقيلا في آخر الباب وقال في النشر وأجمع الرواة عن السوسي من جميع الطرق على الفتح لا نعلم فيهم في ذلك خلافاً ولذلك لم يذكره في المفردات إذن هذا يعني تتمت مسألة نأة وربما نعود إلى مزيد حديث عنها في آخر الباب وقيل نأة في آخر الباب الفتح والإمانة ثم قال رواة طبعاً هذه تبعاً ضفي رواة سبق تكلمنا عنها قال وفيما بعد راء حطملة ما الذي بعد الراء يقصد الألف التي بعد الراء أي أمال الألف التي بعد الراء حيث وقعت ولذلك نقول هذه قاعدة أمال الألف التي بعد الراء حيث وقعت المشار إليهم بحطملة سواء وقعت في فعل نحو اشترى نرى افترى تتمارى يتوارى أو وقعت في اسم نحو بشرة ذكرى القرى النصارى سكارى أسارى فهذه كلها تسمى ما بعد راء ما بعد راء يعني وقعت ألف مقصورة بعد الراء أو وقعت ألف منقالبة عن الياء بعد الراء فهذه تمال طبعا الحمزة والكساء وخلف على أصولهم سواء راء أو غير راء أما بالنسبة لحطملة اللي هو أبو عمر وابن ذكوان فقد أمال هذه الهمزة التي وقعت بعد أمال الألف التي وقعت بعد الراء يعني يقول اشتري تتمارى نرى افترى يتوارى ذكرى بشرى القرى النصارى سكارى أدرك سيأتي عنها تفصيل طيب هذه الألفات تمال كما ذكرنا لحط ملاء لكن حط له أبو عمر الإمالة عنه قولا واحدا لكن ملاء وقع عنه فيها إيش خلاف وقع عنه فيها خلاف فالصوري بالإمالة هذا يروع عن الصوري بالإمالة اشتري بالإمالة للصوري وبالفتح للأخفش الذكر بالإمالة للصوري والفتح للأخفش اشتري هكذا إذن هذا الباب يمال عن ابن ذكوان لكن بخلاف عنه فالإمالة من طريق الصوري والفتح من طريق الأخفش والفتح من طريق الأخفش وهذه قاعدة مهمة لأنها تتكرر كثيرا في القرآن وليست خاصة بموضع كمثل النأة وأعمى في الإسرة وهكذا لا يعني هذه قاعدة تعتبر قاعدة من قواعد هذا الباب إذن عندنا حطم لأبو عمر وابن ذكوان أمال الألف التي بعد الراء إلا أن أبا عمر أمالها بلا خلاف عنه وأمالها ابن ذكوان بخلف عنه فالإمالة من طريق الصور والفتح من طريق الأخفش وانفرد حفص بلفظة واحدة من هذا الباب انفرد حفص بلفظة واحدة من هذا الباب اللي هي قال ومجرى عد اللي هي مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها وافق حفص في إمالة هذه اللفظة فقط وهذا طبعا لأن القراءة السنة متبعة لماذا لم يطرد الباب حفص لأنه لم يروي عن شيوخه إلا هذه اللفظة فنقلها أما ما سواها من الألفاظ فلم ترد فيها فليس له رواية فيها بالإمالة فلذلك يعني لم يرد عنه إمالتها أما مجرى يميلها حفص وقال اركبوا فيها باسم الله ما جريها ومرساها وافق حفص طيب ويميل أيضا أبو عمر أيضا لأن هذه رأية ويميل ملأ اللي هو ابن ذكوان من طريق السوري بالإمالة وبالفاتح من طريق الأغفش عندنا إذن عندنا يعني هذه قاعدة مهمة اللي هي ما بعد رأ يمال لأبي عمر وللسوري عن ابن ذكوان ووفقهم حفص فقط في مجريها بيهود ثم بعض الألفاظ التي وردت هنا في البيت حط يعني احفظ وحرس واكلة ملأ أي جماعة أشرافا وعطف بعد ذلك يعني بعض الخلافات وأدرى أولى هذه سيأتي تفصيلها وأدرى أولى صل طيب هذا لعله وسواها معي بشر اختلف وافتح وقللها وأضجعها حتف نعل هذا آخر يعني الأبيات التي نتاول شرحها في هذا الدرس في قوله وأدرى أولى صل وأدرى أولى صل أي أن أدرى في موضعها الأول ولا أدراكم به بالإمالة للمشر إليه بالصاد وهو شعبه رحمة الله عليه أي أن شعبه أمال الموضع الأول من أدرى يقول ولا أدريكم به وهذا بإجماع الطرق عنه فهذا الموضع لا خلاف عن شعبتا فيه أما ما سواه من المواضع ففيها خلاف نبينه الآن إذن ما سوا الموضع الأول اللي هو ولا أدراكم به ولا أدريكم به شعبه يوافق حمزة الكساء وخلفا في إمالته وهو طبعا على قاعدة على قاعدة أبي عمر وعلى قاعدة ابن ذكوان لأنه رأي لكن هناك خلاف عن ابن ذكوان سيأتي طيب ما سوا الموضع الأول مثلا وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما هي هذه بقية المواضع اللي فيها أدرا وما أدراك ما يوم الدين مثلا هذه المواضع اختلف فيها عن شعبه قال وأدرا أولا صل هذا بالإجماع وسواها معي بشر اختلف وسوا هذا الموضع الأول أي أدرا غير الأول فهو مختلف فيه قال في الاتحاف فضلاء البشر فروى عنه العراقيون الفتح من طريق أبي حمدون والعليمي وروى عنه جميع المغاربة الإمالة وروى عنه جميع المغاربة الإمالة إذن الفتح من طريق العراقيين عن أبي حمدون وعن العليمي أما المغاربة فروى عنه فيها الإمالة عامة المغاربة يعني الداني وابن شريح والمهدوي ومكي وغيرهم فروى عنه الإيش الإمالة معي بشرة معي بشرة اختلف طيب احنا عندنا أدرى فيها خلاف أيضا عن ابن ذكوان وسيأتي تفصيله لكن نشير إليه إشارة أدرى بالإمالة عن الأخفش عن ابن ذكوان وبخلاف عنه أماله عنه ابن الأخرم وفتحه النقاش قال معي بشرة معي بشرة اختلف طبعا هذا معطوف على من احنا دخلنا ابن ذكوان كده في النص لكن الآن احنا مع شعبه وأدرى أولا صل بلا خلاف وسوى الموضع الأول من أدرى شعبه يمينه بخلاف عنه معي بشرة أي أنه اختلف عن شعبه أيضا في كلمة يا بشرة هذا غلام في يوسف يا بشرة هذا غلام في يوسف فورد عنه فتحها وإمالتها ورد عنه فتحها وإمالتها تفصيل ذلك قال في النشر روى عنه العليمي إمالته من أكثر طرقه روى العليمي إمالته من أكثر طرقه ورواها الداني كذلك من طريق شعيب عن يحيى بن آدم ورواها كذلك الداني من طريق شعيب عن يحيى بن آدم بالإمالة في بشري يا بشري وروا عنه الفتحة يحيى بن آدم من جمهور طرقه وروا عنه الفتحة يحيى بن آدم من أكثر طرقه وهو رواية أبي العز عن العليمي هذا تفصيل مسألة بشرة لشعبه إذن الإمالة من أكثر طرق العليمي وأيضاً من بعض طرق يحيى بن آدم طريق يوسف بن يعقوب عن شعيب عن يحيى بن آدم أما الفتحة فعن أكثر الطرق الأخرى عن يحيى وهي أيضاً رواية أبي العز عن العليمي طيب ثم قال وافتح وقللها وأضجعها حتف هذه نفس الكلمة اللي هي بشرة ورد فيها عن أبي عمر ثلاث مذاهب أو ثلاث طرق وافتح قال وافتح يعني افتح وإقرأ طبعاً هو يقرأ مع غير الكفيين يقرأ إيش؟ يا بشراء فيقرأ يا بشراء بالفتح وقللها وورد عنه أيضاً يا بشراء وأضجعها وأضجعها يعني الإضجاع طبعاً إحنا عرفنا أن هذه إيش؟ لفظة قديمة كانت شائعة كثيراً وفاشية عند المتقدمين في الإمالة إذا أرادوا يعني التعبير عن الإمالة الكبرى أي أملها إمالة محضة لأبي عمر إذن فيها الثلاث فيها الفتح يا بشراء وهي رواية الجمهور عنه وفيها بين بين قال وقللها وهو أحد الوجهين في التذكرة والتبصرة وحكاه في تلخيص ابن بليمة والوجه الثالث الإمالة المحضة وهو الذي في غاية ابن مهران وكامل الهذلي وذكر الثلاثة الشاطبي رحمة الله عليه اعتمد الإيش الثلاثة قال وقلل جهبذا وكلاهما عن ابن العلى والفتح عنه تفضلا فهو اعتمد أيضا ثلاثة طرق وثلاثة أوجه لأبي عمر في هذه الكلمة الفتح وهو رواية عمة أهل الأداء كما قال وكما عقب في النشر قال والفتح أصح رواية ولذلك هو رواية جمهور أهل الأداء عنه الفتح يا بشراء وأيضا الإمالة وهي أقيس على أصله يا بشري وبعضهم يعني اختار بين 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 الفتح والإيش والإمالة على التفصيل الذي ذكرناه الأئمة ولعل في هذا القدر كفاية نسأل الله للجميع التوفيق والرشاد والهدى والسداد وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين